الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا حلقات مضت ونحن يعني ذكرناها في هذه المجالس تحدثنا عن الشائعات وعن الأراجيف وعن البهتان والكذب ينشر في الناس إذاعة الباطل في الناس يذيعون الباطل في الناس كل من أذاع البهتان والزور والإشاعات الكاذبة والأباطيل التي لا صحة لها يأتي بأنباء بأخبار يريد ماذا؟ يريد إحداث الفتنة يريد إحداث القلاقل والبلابل في البلاد بين أوساط العباد أولا هذا وزره وإثمه عظيم عند الله سبحانه وتعالى هذا من أكبر الذنوب ومن أكبر الوزر والآثام والله سائله يوم القيامة ويخاصمه الناس إذا وقفوا جميعا بين يدي الله سبحانه وتعالى وثم تأذرار تترتب كين واحد الأمور نضر بها عباد الله نضر بها البلاد نضر بها العباد ونحن ننشر ونروج الباطل ونروج الحرام ونروج الكذب ونروج الزورة والبهتان لما جيبت أخبار تمث الأمن منتع البلاد تمث الأمن منتع المسلمين والمسلمات وش يعيشون الناس؟ يعيشون الذعرى ويعيشون الهلع ويعيشون الخوف علش تخوفهم؟ لماذا؟ هل يجوز لنا أن نروع المؤمنين؟ ويجوز لنا نخوفهم؟ سبحان الله في السنة في السنة ما يجوز لكش ترفض حديدة وتشالي بيها على واحد تروعه في السنة ما يجوز لكش تخبي واحد جاي حذاءه يلبس حذاءه تخبيلوا الحذاء أنتعوا تروعه تخوفوا تخلعوا لا يجوز هذا لا يجوز لا يجوز المؤمن المؤمن مصدر أمان أنت أنت أمان للناس أنت رحمة للناس أنت سلام للناس بدليل غير تلقاهم وش تعطيهم؟ غير تلقاهم تعطيهم السلام والأمان فتقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فهل يجوز ترويع الآمنين؟ وترويع المؤمنين؟ وترويع المسلمين؟ فإن من الأضرار الناجمة عن إذاعة وإشاعة الباطل والكذب والزور ترويع المؤمنين وإفساد العلاقة بين الناس كم من إشاعة كاذبة كانت سببا في إفساد العلاقة بين الناس؟ كلما كان شو منهم؟ بالأمس كانوا أحباء ليوموا لو أعداء وش سبب؟ إشاعة نشرها هذا سمعوا هذا سمع وهذا صدق وهذا صدق فساءت العلاقة بينهما كثير من قضايا الطلاق والله العظيم كم مثال من الطلاق غير سببها إشاعات كاذبة يخبر المرأة على رجلها والله يروح يخبر الرجل على مرته بإشاعات المرأة جاءها الخبر تعمات لم تتحقق والرجل جاءه الخبر تعمى لم يتحقق لم يتثبت هي صدقت هو صدق وش صدقه؟ صدقه الكذبة والبهتان المآل وصل إلى المحكمة لإقاع الطلاق سببه شائعة كلام كاذب روايات باطلة لا أساس لها من الصحة ومن أضرارها من الأضرار انتعى الكلام الكاذب زعم الناس يزعمون يقولون قال الناس قد تقع بسبب الشائعة والأراجيف قد يقع بسببها الإجرام والقتل وإراقة الدماء شفت وقد أخبرتكم في حلقة مضت ماذا وقع لعثمان ذي النورين رضي الله عنه بسبب الباطل الذي روجه الخوارج في مدينة رسول الله في حق عثمان رضي الله عنه حتى وصل الأمر إلى القتل وإلى إراقة وإلى إراقة الدماء الأخبار التي لا صحة لها بارح سيد سيد بارح رح ينتخب هما دايرين في الفيسبوك خبر واشنو أنه يعني أنه ميت يعني أنه مات والسيد حاكم البطاقة ينتخب في صندوق الانتخاب وهما دايرين إعلان ودايرين خبر ما فاده واش فلان في ذمته فلان مات سبحان الله العلي العظيم وفي أحد المساجد في أحد المساجد يقوم الإمام هداه الله في بعض المساجد ولا نذكر المسجد ولا نذكر ذلك الإمام يقوم يقولهم فلان ره توفى والجنازة انتعوا غدا إن شاء الله وفلان هذاك والله حي يرزق والله غير حي يرزق مشكلة الإمام هذا أنه مات ثبت وجاوه خبر بهذه كل الغفلة هذه يذيع الخبر في صلاة المغرب فلان وافته المنية وغدا إن شاء الله الجنازة يرفضوا واحد الهاتف يقوله فلان كيف وين فلان يقوله أنا حي أرزق فسبحان الله يقوله راه الآن سمعنا في المسجد الآن ركمت فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن بعد ما يزرعوا هذا الأراجيف وهذا الأكاذيب يريدون إشغال الناس بالأمور التافهة حتى يغفل الناس عن المهم والأهم لم يكونوا يقولوا مثل هذا الكلام إشغالوا الرأي العام بماذا؟ بالأمور التافهة بالأمور الباطلة بالكذب بالزور بالبهتان كيف تخلي الناس يخليوا المهم ويخليوا الأهم ويعمدون إلى الهواتف قال ما قال صح ماشي صحيح فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم زمان بش يوصل لك الخبر بعد يومين ثلث أيام الآن الخبر يصل في رمشة عين بعد ما كاين هذا الهواتف النقال الآن وهذا التكنولوجيا الحديثة الأخبار يتناقل هالناس بسرعة فائقة جدا فأين الكيس الفطن؟ الذي يخاف الله ويحذره الذي يتثبت إذا ما نقلت الأخبار ويتحقق أزيد حتى إذا كان الخبر صادق هل كل ما نسمعه ننشره؟ كين مصالح وكين مفاسد كين ما يجب تقديمه وكين ما يجب تأخيره وكين الحكمة وكين الرشاد وكين السداد وكين الصواب سبحان الله ومن يوت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً والحكيم الحكيم هو الذي يضع الشيء في موضعه قدر يصنو كلام وهو صادق ولك من الحكمة يقول لك ما نقولوش الآن عنده بعد النظر فقيه عارف عالم يعلم ما يترتب عن هذا سبحان الله العلي العظيم احفظوا أعراض المؤمنين وحفظوا الأمانات وصونوا العهود واتقوا الله سبحانه جل وعلا فإنه يسمعنا ويرانا ويعلم سريرتنا سبحانه وهذه السريرة ستكشف يوم القيامة ويكشف كل شيء كان مستوراً بين يدي الله يوم تبلى الصرائر نسأل الله أن يحفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطنه وأن يكفينا شر الأشرار وكيد الفجار وإذاية الحاسدين نسأل الله الهدى والتقى ونسأل الله التوفيق والسداد ونسأل الله أن يعيدنا وأن يردنا إليه رداً جميلاً اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين